السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة قناة كنفسها في هذا الفيديو الجديد اللي غدين تكلموا فيه على حقيقة صورة ديال محمد السادس وهو يقود سيارته يعني أولا لاش صورة وماشي فيديو من المعروف يعني على محمد السادس أنه منذ بداية الحكم دياله وهو كيبغي يسوق سيارة دياله ويتجول يعني بنفسه خصوصا في العطال دياله لكن مؤخرا كترى الحديث عنه أنه ما بقاش يسوق الطنوبيل ودائما فعلا ولينا كنشوفه مؤخرا شي حد صايق به وآخرها هي صورة ديال فاشخور جزع ما يحتافل مع المنتخب المغربي ومع المغاربة وكذا فكان غيقالس وكان شافر لي كيسوق به فما الداعي اللي خلا محمد السادس أنه ما يبقاش يشد الفولون فخرجات أحد تتكلموا عن ضعف البصر دياله والمرض دياله هو اللي خلاه ما بقاش قادر يشد الفولون ويسوق السيارة فالمخزن عندما تخرج مثل هذه ما ليش نسميها إشاءات لأنها حقيقة كنشوفها نظر العيان فكيبغي يرد يعني عن طريق أخبار مثل هذه فخارج هذا الخبر مع هذه الصورة اللي كيقول لك محمد السادس بمدينة الفنيدق يقود صيارته في بداية عطلته والرسالة ما هي صورة محمد السادس ولا في عطلته الرسالة هي أنه ها هو يقود صيارته وردان على الناس اللي تيقولوا أنه ما بقاش يشوفهم زيانا ما بقاش يقدر يسوق الطنوبيل فعلاش داروا هذه الصورة فقط ألاعب المخزن لا تنتهي أبدا نشوفوا هذه الصورة هذه هي عبارة عن صورة وكينا نتأكد كان من الأقل يديروا فيديوه ونشوفه شاد الفولون كيسوق فيكفي أن نقوم بقلب الصورة للاتجاه الآخر ليتضح أن محمد السادس كان جالسا في المقعد اللي كيكون بجانب السائق وما يبانش يعني أنه هو اللي كان يسوق من هنا تختلف الرواية اللي كان يرويها المخزن فبزاف الناس يقول لك واش سوقاك واش هادا واش هادا واش الصحة واش المرض واش هادا مش هادا هو المشكل المشكل عندما نعلقه على المرض ديال محمد السادس يعني ما كان نعلقهش للمرض ديال أي شخص فيكون فقط مدير ديال الشركة والقدرة الجاسدية دياله والصحة البدنية دياله مني كتكون ما حط أسئلة وكيكون أنه مريض ولا ما قادرش يشوفهم زيان فهاد السيد اللي خصو يطلع على تقريرات خصو يطلع على آآ ميلفات خصو يوقع اتفاقيات خصو يتنيع لبزافة الحويج منين كان عارفوا أنه مريض فهنا يتبينوا أن السيد مبقاش عنده القدرة أنه يسير البلاد ويطالع على الشؤون ديالها وتكون عنده نحتاج جهد كنشوفه عندما عندهش الجهد أنه يساير الأمور السياسية والإدارة ديال البلاد حتى أنه أصبح يختفي مئتين يوم تلتمية يوم من نصف العام السيد ما كيبانش نهائيا ورغم ذلك الناس كيبغيوا يدخلك علش كتعلق على هاد الشي زعمارة فطارة معزا سيد غير قادر على إدارة البلاد وهناك فئات تحاول أن تصور لانعيني من تلك الخارجات البروتوكولية دياله بالرغم أنه يتبين واضح الوهن عليه وبين أن السيد القدرة الجسدية دياله ما قادره حتى على البروتوكولات فكيف على العمل اليومي لإدارة بلد؟ فهنا يتضح أن هذه الصورة مثلها مثل عديد من الصور والفيديوهات اللي وضحناها سابقا أن فيها بزاف ديال الكتوب لا بغاوي بينه أن السيد قادر فعلا أنه يقود سياراتها كتكون عدة محافظ اللي هي رسمية ولا غير رسمية كيخرج فيها حال هذي كان دائما ما يمكنش يدوز واحد شهر ولا شهرين بلا ما يصوره نانية المخزن والمخابرات اللي كانت تصور تلك الفيديوهات دياله في إطار الترويج له لأنه هو هذا الإنسان كيخرج للشارع وبدون حراس وبدون وأنا شخصيا كانت تلاقيت معاه في الطنوبة دياله وكان دايز لكن ديك الأكدوبة ديال التواضع وكيخرج بدون حراس ما كيناش إنه كيكون البرماتر اللي كيمشي فيه كيكون معروف وكيكون دائما متوق بالبولي السيفيل وبالحراس وبكل شيء البرماتر اللي كيكون فيه كامل ما يمكنش غيمشي ويخلي وهكوك بدون حراس بدون حاجة يعني فقط هم كيحاولوا يروجوا الصورة دياله المالك المتواضع اللي قريب من الشعب دياله بالرغم من أنا ما كنشوفوهش نهائيا قريب له من شعب يعني حتى الهدرا ما كيتواصلش مع الشعب ما كيديرش فيديوهات لا في أزمات ولا في مناسبات ولا في فعيد أضحى مثلا يوجه كلمة ولا في فعيد الفتر يوجه كلمة ولا في رمضان حتى المناسبات الدينية نقولو اللي ماشي هي رسمية من غير الخطاب اللي هي رسمية ورا نقسمونها هذا بوحدة بدون ذكر الأسباب واللي من بينها الأسباب ديال تدهور الحالة الصحية دياله بالرغم من تدهور الحالة الصحية فهم يحاولون ما أمكن الحفاظ على تلك الصورة ديال أنه لازال قادرا على تسير كان فقط هذا الفيديو قصير من أجل توضيح هذا المسألة هذه لأنه اشتنا أنها أخذت أحد الأبعاد أخرى على مواقع التواصل فوجب توضيحها دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم